الخبر اولي عادنا عن يوتيوبر سعودي ياحبايب هو هو فعلا تحول الشاذ بالمختصر اه اوكي بالبداية دخلني اشرح لكم القصة بالمختصر هذا اليوتيوبر ياحبايب صار لي باليوتيوب من عام 2014 ابتدى قناته بي اخو بدر وهو اسمه راشد بالمختصر شاينز ذو المحتوى الصراحة جد استمتع بيه وجد احضره بشكل مطبيعي والمحتوى كان نار لدرجة انه بيوم الايام هذو اليوتيوبر وصلوا الاول على اليوتيوب الوطن العربي كامل يب المهمة ذو اليوتيوبر هما كانوا ساكنين بالسعودية ولكن ياحبايب من حوالي 4 الى 5 سنين قرروا هذو الاثنين اللي هما راشد وبدر ياحبايب قرروا انه يسافرون لامريكا كاملون دراستهم ومنها بدت الانحدار بالمختصر ياحبايب اول شي صاروا بياهم غيروا محتوىهم من مقالب وتحديات لمحتوى الفلوقات ونزلت مشاهداتهم لدرجة انه بيوم الايام اختفوا من اليوتيوب في الشي صادم اللي صار يا حبايب اول شي اللي هو بدر اللي هو الاخور صغير قرن انه يرجع للسعودية ولكن للشبير بقى بامريكا بعد صارت مشاكل ما بينهم لدرجة انه حتى اهلة برا منهم ولكن الشي الصادم يا حبايب صار من حوالي 5 ايام بعد من نزل هذه الفيديوهات الصادمة راح توكم اياها شوفوها وهو يتشبه بالنسا ويلبس ملابس نسا ويتمرقص وشيء كان كان بسان فى ولكني شاهدنا سبع كلم فى باش لم يشوفوا هناك ان تريد انتونيßة في مستقر.. اه 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 امري بابي شايدت ان اتبعني امري بابي كانت من احد امري بابي اننا اتبعه امري بابي سعود اورابيان سعود يا حبيبي بيضاف اشي الغريب الذي صار يا حبابي ان اغيير اسم قناته الري بعد من ان كانت زتتشوزت اللي هي واخوه بدر يا حبابي وصار نزع على قناته مقاطع بعنوان ري يا حبايب ولكن هو طبعا وضح للأمانة انه هو مو غي ولا شادم انه مجرد نزل هذه المقاطع هدفها المشاهدات مو اكثر وضح هذا الشيء بمقطع ري اللي هو واحد اللي من حوالي خمسة ايام ولا كتاب الانجليزي بلسم اليساء عن اخويا حبايب شو ردت فعله فنزل هذا الستوري علح سبب اللي سنابشات ولي كان كاتبي لمجبرك على ان تدخل حياتي وتجامل لني وتحبني كان هذا اختيارك وارادتك انت فلا تهددني برحيلك وكان لا احد بالعالم سواك اللي هو يقصد انه اخوه كان دي هدد انه يروح فيقول انه بروح بكيفك ولا تظن انني سيمنعك وسأحزن وانكسر وترجعك ان تبقى بل سيفتح لك الابواب وكل برود ودون اي عتاب لني تغير شيء برحيلك وينقص مني شيئا فقد ودعت منهم اغلى منك فاذا ردت البقاء فاهلا بك وان رحلت فاسف عليك ولا ندامة واضح يا حبايب انه هو يقول لاذا تريد ترجع ترجع عادي ولكن للاسف انه هو واضح انه ميريد يرجع وكمل بالستوري اللي بعدها يا حبايب انه انت بالنسبة لي ما زلت تعني الكثير لكنك لم تعد تستحق المحاربة انه هو نوعا ما فقد الامل بي صراحة بالنسبة لي بس عرفت القصة كلش حزانة الهدو اليوتيوبات تتتابع ومتصار بيهم ما ادري صراحة اكتمنى بالكومنتات شاريكم بالقصة بعد ما سمعتوها ويصلوا لحبايب من وصول المقطع فجر وطب اللايكات قدروا التعب احبكم شاركوا في ازاي مقاتل منك للقصاص احبكم مع السلامة